اهلا بكم مرة تانية في فيديو جديد من فيديوهات انظمة التعليق والتوجيه هنتكلم في الفيديو ده عن مكون من مكونات انظمة التعليق ألا وهو ممتص أو ماس الصدمات أو المساعد أو الشوك أبو ظوربر هنشرح في الفيديو ده كيفية عمل ممتص الصدمات أو المساعد ووظائفه ومكوناته وأنواعه ممتص الصدمات الشوك أبو ظوربر هو الجزء الميكانيكي الذي يركب على العجلات ويتكون من شيء يشبه مضخ التحول الطاقة الحرقية إلى طاقة حرارية ووظيفته الرئيسية هي تقليل اهتزاز السيارة وهو من مكونات السيارة الزيتية أي يحتوي على زيت في داخله يساعده على آداء وظيفته بثورة صحيحة وله عدة أنواع وعاد ما يتم تركيب أربعة منه واحدا على كل إطار في السيارة بعد أن يحول ممتص أو مص الصدمات الطاقة الحرقية إلى طاقة حرارية يتخلص من هذه الطاقة الحرارية عن طريقة تبادل الحراري مع الهواء الجوي المحيط لذلك لا تقلق من تخزينها في أحد أجزاء سيارتك فهذا الجزء آمن تماما ولا يمكن أن يتسبب بأي مشكلات للسيارة وظيفة مص الصدمات في السيارة رقم واحد من وظائف مص الصدمات في السيارة هو ابقاء عجلات السيارة متصلة بالسطح قد تبدو لك هذه الوظيفة جريبة قليلا لكن بدون ممتص أو مص الصدمات لن تبقى عجلات السيارة ملتصقة بالشارع أو الطريق كون قوة الاهتزاز سوف تدفعها لأعلى ويكون ممتص الصدمات كما تحدثنا بتحويل الطاقة الحرقية الناتجة عن الاهتزاز إلى طاقة حرارية بالتالي يبكي السيارة ملتصقة بالأرض رقم اثنين من وظائف مص الصدمات زيادة استجابة الفرامل بدون ممتص الصدمات ستحتاج السيارة إلى قطع مسافات إضافية قبل أن تتوقف استجابة للفرامل لذلك واحدة من أهم وظائف وظائفه هي التأكد من استجابة العجلات لنظام الفرامل بشكل سريع وهذا بالطبع ينعكز على مدى أمان القيادة رقم ثلاثة القيادة على الطرق الوعرة بدون ممتص الصدمات قد تعيش مرتعبا عند القيادة في الطرق الوعرة فاهتزازات السيارة المتكررة يمكنها أن ترتد وتتسبب باهتزاز مماثل لعجلة القيادة ومنها ستنتقل لك وبهذا ستكد أن التحكم بالسيارة أصبح أصعب وستتعرض سيارتك لضرر كبير بسبب الصدمات والإهتزازات المتكررة بسبب طبيعة الطريق الوعرة رقم أربعة من وظائف مماث الصدمات وهي امتصاص الصدمات وهذه هي الوظيفة أو هذه هي وظيفته ما في الصدمات الأساسية كما يبدو من إسمه تماما فهو يقوم بتخفيف وطئة الصدمة التي يمكن أن تتعرض لها سيارتك وبالتالي يجنبك أنت قصائق وسيارتك الأخطار التي يمكن أن تنتج عن هذه الصدمات رقم خمسة المحافظة على عجلات السيارة تتعرض العجلات في السيارة للكثير من العوامل التي تسرع من تلفها ويساهم ماث الصدمات بالحفاظ عليها من التلف وإطالة عمرها الافتراضي كونه يقلل من قوة الاهتزاز المؤثرة عليها رقم ستة ابقاء السيارة بوضع الاتزان وتظهر أهمية هذه الوظيفة عند المنعطفات حيث يتحرك هيكل السيارة في كلا الاتجاهين ويحافظ ماث الصدمات على ثبات الهيكل الخارجي للسيارة في الطرق المنعطفة عن طريق ابقاء السيارة ثابتة على سطح الطريق مكونات ماث الصدمات بالثيارة على الرغم من وجود تعدد في أنواعها إلا أن معظم أنواع ماث الصدمات في الثيارات الحديثة تتألف من مجموعة مكونات يؤدي كل منها غرض ووظيفة تؤدي في النهاية إلى وظيفة واحدة مشترقة وهي إخماد الصدمة الشوك دمبك وفيما يلي سوف نتكلم عن أشهر مكونات ماث الصدمات ووظيفة كل مكون من هذه المكونات أول حاجة الأسطوانة أو أنبوب الضغط البريجر طيوب أو السلندر وهي من الأجزاء الأساسية المتواجدة في كل مؤماص أو ممتص للصدمات وتشكل الجسم الرئيسي لممتص الصدمات لكن يختلف تصميمها من نوع إلى آخر وتحتوي الإسطوانة على سائل الممتص الذي يتألف عادة من ثوائل وجاذات بنسب محددة رقم اثنين المكبث أو الكباث أو الجشمة البستر وكما يشير اسمه يقوم هذا الجزء بتوفير قوة الضغط داخل ثائل الأسطوانة وهو جزء متحرك لأعلى ولأسفل داخل الأسطوانة وهو من أجزاء ماث الصدمات ومثله مثل الإسطوانة لا يخلو أي ماث صدمات منها رقم ثلاثة عمود المكبث البست الرد يصنع عمود المكبث دائما من الهارد كروم ويقوم عمود المكبث بتوجيه المكبث داخل استوانة المكبث البريجر تيوب لأعلى ولأسفل رقم أربعة البستن فالف الصمام ويثبت على المكبث ويمتلك تصميم مميز يمتلك بالثقوب ويمر سائل الاستوانة منه بعد قيام المكبث بالضغط لأسفل رقم خمسة نهايات التثبيت الاند ماونتنج يثبت ماث الصدمات في السيارة عن طريق نهايات تثبيت مارينة أو إحداهما مارينة والأخرى جاثئة أحد هذه النهايات في الأنبوب التيوب والأخرى في العمود الرد مثامير التثبيت وهي مثامير خاصة بتثبت مماث الصدمات على عجل السيارة عن طريق الوسيط بينهم ألا وهو الشمعدان أو الرجبة ومن المهم جدا أن يركب ممتص الصدمات على العجل بشكل محكم الزنبورك أو الكويل إثبيرينج يتواجد الزنبورك في ممتص الصدمات اللولابي ويزيد من قوة الضغط في هذا النوع من الممتصات وأنا شارح في فيديو كامل هيظهر قدامنا على الشاشة دلوقتي عنوانه أنواع اليايات ومنها الياي الزنبوركي أو اللولابي المستخدم في أنظمة التعليق في السيارات عندي ستة أنواع رئيسية لأنواع مص الصدمات رقم واحد ممتص الصدمات أو مص الصدمات الهايدروليك الهايدروليك شوك أبو ذوربر رقم اتنين مص الصدمات المزدوج الدبل أكتنج شوك أبو ذوربر رقم تلاتة مص الصدمات الأحادي ونشرح دلوقتي كل نوع من أنواع ماص الصدمات على حدة ونشرح دلوقتي كل نوع من أنواع ماص الصدمات في السيارات وهو ماص الصدمات الهايدروليكي وهو النوع الأكثر شيوعاً واستجداماً في السيارات حالياً ويتميز بوجود الزنبرك والذي يزيد من مقاومة حركة سائل الإستوانة في ثقوب الصمام البستون فالف مما يزيد من قدرته على امتصاص الطاقة الحرقية والتخلص منها بالتبادل الحراري فيما بعد تاني نوع عندي ماص الصدمات المزدوج الدبل أكتينج قد تم تصميم هذا النوع خصيصاً حتى يعمل على المرقبات صغيرة الحجم تحديداً وهو الأكثر استجداماً في السيارات الحديثة حيث يمتلك هذا النوع مقاومة مزدوجة لمرور سائل الإستوانة في الثقوب وقد ثمي بالمزدوج لأنه يكون هذه المقاومة في كل من ثقوب الضغط والارتداد مما يزيد من قوته وفاعليته ثالث نوع عندي من أنواع ماص الصدمات وهو ماص الصدمات الأحادي وهو النوع الذي سبق مص الصدمات المزدوج ويتشابه معه في معظم الخصائص تقريباً إلا في نقطة اختلاف جوهرية جعلت المزدوج يتفوق عليه وهو أن هذا النوع يكون مقاومته فقط في ثقوب الارتداد مما يقلل من كفائته في امتصاص الصدمات بشكل عام رقم أربع عندي ماص الصدمات الاحتكاكي الفريكشن شوك أبوذوربر وهذا النوع لا يستجدم في أي من السيارات الحديثة فهو شبه منقرة كونه يقدم أداء ضعيف كده مقارنة ببدائله الحديثة ويمكن أن نجده في بعض السيارات الكلاسيكية وعندما تجرب القيادة به سترى الفارج بنفسك وستشعر بقيمة بدائله الجديدة رقم خمسة عندي ماص الصدمات المرفق برفعة الليفر شوك أبوذوربر وبهذا النوع كما يشير الاسم تستخدم رافعة صغيرة لتمتص الصدمات بصورة غير مباشرة ويتميز هذا النوع عن غيره أن كفاءة عمله ليست ثابتة بل تعتمد بشكل أساسي على سرعة السيارة فكلما كانت السيارة أفرع كلما كانت كفاءة عمله أعلى رقم ستة عندي ماص الصدمات صنائي الاستوانة أو التلسكوبي التوين تيوب أور التلسكوبي شوك أبوذوربر وهذا النوع يشبه إلى حد ما ماص الصدمات التقليدي لكنه يحتوي على استوانة إضافية فالاستوانة الرئيسية تقوم بوظيفتها التقليدية بينما تقوم الاستوانة الخارجية بالتحكم في عملية تدفق سائل الاستوانة مما يجعل عملها أكثر كفاءة وأنا شارح في فيديو مستقل الفرق بين التوين تيوب والمون تيوب منتص الصدمات صنائي الأنبوب ومنتص الصدمات أحادي الأنبوب والفيديو ده عنوانه هيظهر قدامنا دلوقتي للي حابب يعرف أكتر عن التوين تيوب والمون تيوب ممتص الصدمات صنائي الأنبوب ومنتص الصدمات أحادي الأنبوب وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة اللي شرحنا فيه وظيفة ممتص الصدمات وتعريف ممتص الصدمات ومكونات ممتص الصدمات وأنواع ماس الصدمات وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا وشكرا ترجمة نانسي قنقر